نهر ده لتحايد دولي لقرة القدم فيفا أعلن عن بطولته الجديدة بطولة كأس انتر كونتنينتل البطولة البديلة لكأس العالم للأندية اللي هتقام كل عام وتضم أبطال القرارات كلهم زي كأس العالم للأندية بس بنظام جديد تعال أقول لك التفاصيل كلها يلا بينا البطولة دي اللي هي كأس انتر كونتنينتل هتقام سنويا بداية من 2024 لتحل بدلا من كأس العالم للأندية واللي تم تغيير نظامها مؤقنة هولوك النظام الجديد لكأس العام للأندية هتضم البطولة أبطال القرارات وتقتم بمورانة هائية في ملعب محايد على أن يتآهل بطل دوري أبطال أوروبا مباشرة إلى النهاية بس بقى نظام البطولة المرحلة الأولى من البطولة ستشهد مواجهة بطل دوري أبطال أفريقيا أو بطل دوري أبطال أسيا بحسب القرع مع الفائز بدوري أبطال أوكيانوس لتحديد فريق متآهل على أن تقام المباراة الأولى على ملعب بطل أفريقيا أو أسيا والمتآهل من المباراةين يواجه الفريق الذي لم يتم اختياره فيها القرع بين أسيا وأفريقيا لانتقال إلى المرحلة الفاصلة المرحلة السنية ستشهد مباراة واحدة بين بطل أمريكا الجنوبية مع بطل أمريكا الشمالية وسيتم تحديد الملعب بالقرع لتحديد المتآهل إلى المرحلة الفاصلة وسيلعب المتأهل من المرحلة الأولى مع المتأهل من المرحلة الثانية في ملعب محايد يوم 14 ديسمبر 2024 والفائز سيواجه بطل دوري أبطال أوروبا في النهاية على ملعب محايد بص ببساطة يعني ان شاء الله تعالى نحسبها على الأهلي أو بيرامز اللي بيتنفسه في بطولة دوري أبطال أفريقيا الثانية اللي هيكسب فيهم بإذن الله يعني هيلعب مع بطل الأوكيانوس في القاهرة في القاهرة تمام يعني مثلا الأهلي بلعب بطل الأوكيانوس اللي هو مثلا أوكلاند ولا سيدني ولا الحاجات الحلوة السهلة الخفيفة دي هيلعب معهم في القاهرة هو أو بيرامز تمام كسب يروح يلعب الكسبان من بطل أمريكا الجنوبية وبطل أمريكا الشمالية بطل أمريكا الجنوبية هيلعب بطل أمريكا الشمالية الكسبان منهم هيلعب إن شاء الله بطل أفريقيا لو نادي الأهلي أو بيرامز الكسبان منهم ودول هيلعبوا في ملعب محايد مباراة واحدة في ملعب محايد الكسببان منهم هيروح يلعب مع بطل دوري أبطال أوروبا المباراة النهائية برضو في ملعب محايد من مباراة واحد وهنا السؤال يطرح نفسه دائما وأبدا إلى متى يتحيز الاتحاد الدولي لكرة القدم بمختلف رؤسائه ومسؤوليه إلى دائما أوروبا بطل دوري أبطال أوروبا أو بطل أوروبا أو أي فريق أوروبي أو أي منتخب أوروبي له دائما تحيز ماء عند الاتحاد الدولي لكرة القدم يعني الأهلي عشان يوصل للمباراة النهائية هيحتاج يلعب مباراتين كل الفرح هتحتاج تلعب مباراتين إلا بطل دوري أبطال أوروبا باش أنا أقاعد باش هترجل على الرجل ومستنيكم في النهائي ومستنيكم في النهائي بايخة يا وبصراحة بايخة من من الاتحاد الدولي كالعادة يعني وده أنفنتين هو بيقول كلام كلام لذيذ عشان هو لذيذ جدا ما بحبش أنا التحيز ده خالص بصراحة يعني أوروبا دي كده تحسي أوروبا في كل حاجة في حياتنا واخدى امتيازات بالدراع يعني طيب دي البطولة الجديدة انتركنتنينت تحسي أوروبا في القرآن